العودة الى المدارس وما صاحبها من استعدادات لا طالما ارهقت كاهل الاف من الاسر امر استلزم جهدا لتخفيف العبء عن اولياء الامور في ظل توجهات مستمرة لقيادة سياسية تؤمن بقيمة التعليم في النهوض بالمجتمع فكانت توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية باطلاق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد لتوفير الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية باسعار مخفضة وعرضها للبيع تحت شعر كلنا واحد من خلال سيارات داخل الاقاليم والمناطق الاكثر احتياجا بتوفير كل الاحتياجات الدراسية لهم مبادرة عمت محافظات مصر كافة فلقت استحسانا واقبالا كبيرا من المواطنين معارض في كافة انحاء الجمهورية ما بين منافذ ثابتة وصيارات تجوب القرى توفر جميع المستلزمات المرتبطة ببدء العام الدراسي الجديد من سلع ومنتجات لا تقل عن مثيلتها في الاسواق وجودة عالية فجهود وزارة الداخلية ليست فقط لتوفير الامن للمواطن بل ايضا لتيسير حياته على كافة الاصعدة وتوفير مستلزماته في ضوء توجيهات وزير الداخلية السيد محمود توفيق بتخفيف العبء عن المواطنين كي يهنأوا بحياة كريمة ترجمة نانسي قنقر